التقى الدكتور رشاد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس وزراء جمهورية العراق محمد شيع السوداني وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأفاق تعزيزها في مختلف المجالات كما جرى تبادل وجهة النظر إزاعدة من القضايا والمستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي ذات السياق التقى الرئيس العالمي بوزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي وتناول اللقاء مستجدات الوضع اليمني بما في ذلك جهود الوساطة الحميدة التي يقود أهل الشقاء في المملكة العربية السعودية والسلطنة عمان